أصدرت الكنيسة الإنجليكانية الأسقفية في مدينة القدس بياناً أدانت فيه هجوم طيران الاحتلال الإسرائيلي على المستشفى الأهل العربي المعمداني في غزة والذي أسفر عن استشهاد وإصابة المئات من المدنيين وهو ما يشكل جريمة ضد الإنسانية وقالت الكنيسة إنه وبالتزامن مع يوم عالمياً للصوم والصلاة من أجل السلام والمصالحة ولإنهاء الصراع المروع الذي أعلنه بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس تعرض هذا المستشفى الذي يتبع لكنيسة الإنجليكانية الأسقفية لهجوم وحشي وشددت الكنيسة في بيانها على أن المستشفيات تعتبر بموجب مبادئ القانون الإنساني الدولي ملاذاتاً آمنة إلا أن هذا الاعتداء تجاوز تلك الحدود المقدسة وقالت الكنيسة في بيانها إن الدمار الذي شهدناه إلى جانب الاستهداف المدنس للكنيسة يضرب جوهر الأخلاق الإنسانية مؤكدة أن هذا الأمر يستحق الإدانة والعقاب الدولي ووجهت الكنيسة نداء عاجلاً للمجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته في حماية المدنيين وضمان عدم تكرار مثل هذه الأعمال اللا إنسانية وأعربت الكنيسة في ختام بيانها عن حزنها على فقدان عدد كبير من الأرواح التي ارتقت في منشآت تابعة لها معلنة عن يوم إحداد في جميع كنائسها ومؤسساتها